لا يحلو تذوق السوشي من دون الواسابي مع أن كثراً من المستهلكين لا يعرفون إلا نسخة المقلدة منه وهي عبارة عن عجينة الفجل الملونة اصطناعياً لكن الوباء يجبر المنتجين اليابانيين على السعي إلى توسيع قاعدة زبائنهم في الواقع ينمو هذا النبات الأخضر ذو المذاق الحار خلال 12 إلى 18 شهراً ولا يتم إنتاجه إلا في عدد قليل من المناطق في اليابان نظراً إلى أن زراعته تتطلب ظروفاً خاصة جداً ينحدر هذا المزارع من عائلة درجت على امتداد سبعة أجيال على زراعة الواسابي في جبال شبه جزيرة آيزو على بعد 150 كيلو متراً إلى جنوب غرب توكيو وتوفر هذه المنطقة بيئة مثالية لهذه النبتة إذ تهطل فيها أمطار غزيرة وتساعد تربتها البركانية على تسرب المياه إلى جوف الأرض وبهدف زيادة انتشار الواسابي تخصصت شركة تجارية صغيرة تقع على بعد ساعة بالسيارة من مزارع آيزو من مزارع إيزو في بيع المنتجات المصنوعة من المعجونة الخضراء وتستخدم الشركة هذه الأزاء من الواسابي في صنع الصلصات والملح والميونيز ومتبلات الأرز وحتى الكريمة المثلجة اشتركوا في القناة